اشتركوا في القناة بكم وسهلا أيها المتابعون الكرام إلى هذه الحلقة الحلقة الخامسة والعشرين حيث نتكلم عن موضوع مهم جدا من موضوعات المعاملة بين المسلمين وغير المسلمين فموضوع هذه الحلقة هو التوظف عند الدول الغير الإسلامية والعمل معها فليجوز للمسلم أن يتوظف عند حكومات الدول الغير الإسلامية وليجوز للمسلم كذلك أن يعمل في الدول الغير الإسلامية فأنا صاحبكم إدريس بن عبد الرحمن ويناكش معي هذا الموضوع الأستاذ إسماعيل عبد القادر أهلا بكم أهلا وسهلا وكذلك الأستاذ محمد سليمان غنى أهلا بكم أهلا وسهلا إن شاء الله أبدأ بالأستاذ إسماعيل فكما قلت الموضوع هو جواز أو حرمة التوظف عند الدول الغير الإسلامية هل يجوز أو لا يجوز فأبدأ بقوله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة هود حيث قال وَلَا تَلْكَانُوا إِلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُوا الْنَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ فهذه الآية ما تفسير لهذه الآية وكذلك للآية تمنع المسلم من العمل في الدول الغير الإسلامية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما ولاه جزاكم الله خيرا أستاذ إبريس على طرحي هذا السؤال المهم فلأبدأ من حيث بدأتم وهو آية قرآنية التي تليتمها حيث قال الله سبحانه وتعالى وَلَا تَرْكَنُوا إِلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُوا الْنَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ من أولياء ثم لا تنصرون فيبدو أن بعض الفئات المتطرفة اعتمدت على هذه الآية في تحريم التوظف عند غير المسلم أو عند غير المسلمين والآية ينبغي أن نفهمها فهما صحيحا لأنها من عند الله سبحانه وتعالى الاستدل بها سلفنا الصالح على تحريم التوظف أو العمل عند غير المسلمين فمن نظر في كتب التفسير يدرك أن لا علاقة مباشرة بين هذه الآية وحكم التوظف عند غير المسلمين أما كما قلت لا علاقة ليست هناك علاقة مباشرة ليست هناك علاقة مباشرة فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية طبعا في إشارة إلى سد أما يسمى بسد الذريعة فالآية التي قبلها ماذا قال الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتغو إنه بما تعملون بصير فالله سبحانه وتعالى يدعو رسوله إلى الاستقامة يدعو الرسول والمسلمين إلى الاستقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك من الذين أسلموا ولا تتغو لا تتغو كما تغى الكفار والمشركون الذين رأوا الحق تبين لهم الحق وأبوا أن يتبعوه إنه بما تعملون بصير ثم قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فالركون هنا ما معنى الركون كما قال ابن عاشور الركون بمعنى الميل وبمعنى الموافقة وبعض المفسرين قال المعنى الرضا لا تركنوا إلى الذين ظلموا أي بعد اهتدائكم وبعد استقامتكم لا تميلوا إلى الذين ظلموا والذين ظلموا هنا مشركون طبعا فتمسكم النار والميل المنهي عنه هنا ليس مجرد علاقة لأننا كنت بينا آيات بينات واضحة أن المسلم يجوز لأن يتعامل مع غير المسلم فلذلك يكون من سوء الفهم أي يظن الإنسان أن هذه الآية تحرم أي علاقة بين المسلم وغير المسلم فالمنهي عنه هنا الركون بمعنى الميل الذي يؤدي إلى الموافقة لأن الإنسان قابل للتأثر بالغير ولسيما إن عالم أنه يتأثر بهم فلا تركنوا إليهم ولا توافقهم في باطلهم هذا منهي إذا كان شيء باطل أو في شركهم لا تميلوا إليهم فهذا هو المنهي عنه فالآية ليس فيها أي دليل في تحريم العمل مع غير المسلم لكن بالنسبة للعمل عند الدولة الكافرة أو غير الإسلامية أو عند غير المسلمين فالعلماء تكلموا في هذه المسألة فجمهور العلماء يرون أن هذا الأصل الإباحة الأصل هذه من المعاملات فالله سبحانه وتعالى كما قلت ما حرم التعامل مع غير المسلم والعمل عندهم من باب التعامل معهم يعني يبتع يعني نشري نبيع عندهم بل الله سبحانه وتعالى عجازة أن نتزوج من اليهود والنصارى وأباعها لنا الأكل من ذبائهم فهذا نوع من التعامل فهذا ليس بحرام وإنما يكون حراما إن كان على حساب الدين كما قال المسلم والعلماء إن كان العمل عندهم على حساب الدين أو هذا الأمل يعني يؤدي إلى الإزدراع والاستهزة بالدين أو يستهزة بالدين يعني في هذا العمل أو المسلم يكون في موضع ذل عندما يكون ربما تحت يعني رئيس كاثر يسيطر عليه ربما يكون يعني في موضع ذل فهنا الأعلماء يقولون لا يجوز للمسلم أن يورط نفسه في مثله يعني هذه الوظيفة هذا هو الأصل في العمل مع غير المسلم هذا جائز أن هذا نوع من التعامل الرسول تعامل مع الكفار يعني إذا اتدمناهم يعني عندنا ثقة بهم يعني استأجر منهم عندما يهاجر أبدالله بن أريكب إلى المدينة وغيرها من الأخبار التي علمناها كان مات ودرعه يعني مرهون عند يهودي هذا نوع من التعامل فالعمل أيضا يعني هكذا ينبغي أن يفهم لكن إن كان يؤدي إلى كما قلت حرام أو يؤدي إلى الاستهزة بالدين أو يكون يؤدي إلى أن يجعل المسلم يكون في موضع ذل يعني يقول ربما هو الذي يعني ينظف لهم والمسلم دائما يعني الإسلام أعلى ولا يعلى عليه فمن في هذه الحالة لعلما يقولون لا يجوز للمسلم أياما اللهم إلا إذا كان ممكن ضرورة يعني في بعض الحالات المسلم أقلية في دولة كافرة إذا قلت المسلم لا يتوظف ربما يعني ما يجعل أي وظيفة بس هنا ضرورة به المعضورات والضرورة تقدر بقدرها والله تعالى أعلم حيث سلامكم الله خيرا سلام عليكم حوالا هذه الإجابة فالمعاملة بين المسلمين وغير المسلمين فقد قلنا وكررنا دائما لأن هذه المعاملة مبنية على الإباهة في الأصل ولكن قوله سبحانه وتعالى في سورة الهود وَلَا تَرِكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فالركون هنا كما تفضل بذلك الأستاذ مما يكون بمعنى الرضا أو يكون بمعنى الميل أو الموافقة إذا وفقتم الكفار أو رضيتم بما يفعلونه من الكفر أو ملتم إليهم وبكفرهم فتمسكم النا أما حمل هذه الآياء على منع المسلم من العمل مع غير المسلمين فهو حمل بعيد كما تفضل بذلك الأستاذ ولا علاقة بين هذه الآية وبين هذا الفهم علاقة مباشرة كما تفضل بذلك الأستاذ فشكرا لكم شكرا أتي إلى أستاذ محمد أكرمكم الله الرؤساء أو الأئمة الحكام يعني المختلفون هناك حكام يعني جيدون هناك حكام الذين يحكمون الناس بالعدد وهناك حكام الذين هم جبارون في الأرض وجبابر كثيرون في الأرض كما شاهدنا في التاريخ وألي يجزل المسلم إذا كان الحاكم أو الإمام إذا كان جبارا ألي يجزل المسلم طاعته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله شكرا جزيلا أستاذ إدريس على طرح هذا السؤال المهم إنزاكم الله خيرا لا بأس في شريعة الإسلامية أن يتوظف الإنسان تحت إمام ظالم جبار بنية إقامة العدل والتقليل من الظلم لا بنية إعانته على ظلمه فيكون بذلك يعني معاونا له على الإثم والعدوان المنهيين في قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان الآية ثم بعد ذلك يجب أن نعلم أن السلطة أو الإمارة لا بد منها يعني لا بد من وجود السلطة لا بد من وجود الإمارة التي تحاسب الناس وتقوم بإزالة الفوضى والجرائم بين الناس وهذه السلطة أو الإمارة لا يشترط أن تكون عادلة مثلا يعني قد تكون عادلة وقد تكون ظالمة قد تكون برة وقد تكون فاجرة كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بسند ضعيف أنه قال لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة لأن الحياة لا يمكن بمعنى أن يعيش الناس بدون إمارة لا يمكن أن يعيش الناس بدون السلطة لذلك يقول الأفوه الأودي لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساجوا ثم بعد ذلك فيما يتعلق بظلم الحكام والأمراء هذا أمر أقول لا مفر من لما كان يقع لابد لما ثبت من حديث حديث رواه الإمام مسلم في صيحي أن حديث رضي الله عنه قال يوما للنبي صلى الله عليه وسلم إننا كنا بشر فجاءنا هذا الخير ونحن فيه جاءنا هذا الخير فنحن فيه وهل من وراء هذا الخير شر قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال وهل من وراء ذلك الشر خير قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهل من وراء ذلك الخير شر قال صلى الله عليه وسلم ثم قال هذيفا كيف يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم سيكونوا بعد أمرا أو أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ثم قال هذيفا يا رسول الله بماذا تأمرني إذا أدركت ذلك قال له تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع وأطع فهذا الهديث يدل على أن ظلم الحكام لا بد من لا بد أن نجد من الحكام نجد الظالمين ونجد العادلين أو المنصفين هذا أمر لا مفر من وقد عمل بعض التابعين والصالحين تحت إمارة الأئمة الظالمين كأمثال الحجاج بن يوسف الثقفي الذي يقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله في السير قال وكان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء ثم قال وكان ذا شجاعة ومكر وإقدام ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن إلى أن قال وله حسنات مغمورة في بحد ذنوبه وعمره إلى الله وله توحيد في الجملة ما ظلمه هذا لكن عمل تحته بعض الصالحين ولم يروى أنهم خرجوا عليه أو لم يطيعوه اللهم إلا إذا أمر بمعصية الله فهذا شيء آخر وكذلك نجد عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله قد ترأس الدولة الأموية ما ما فيها من المخالفات فهي دولة أتت وأثبتت أركانها ممكن تقول بالسيف أو التوارث أو ما شبه ذلك وما ما فيه آن عمر من صلاح وتقوى وإيمان ترأس هذه الدولة وقام بإصلاح الأمور فيها ويروا أنه قد لامه يوما ابنه عبد الملك لام أباه لأنه شاب متحمس فقال لأبيه ما لي أراك متباطئا في إنهاء المنكر فقال لا والله لا أبالي أن يغلى بي وبك القدور بمعنى لا أبالي أن تقتل وأقتل أنا أيضا فقط كم بإنهاء هذا المنكر الذي يجري في الناس فقال له عمر رحمه الله رضي عنه يا ابناء أما يسرك أنه ما من يوم إلا وقد آمات أبوك بدعة وأحيا سنة والله إني أخشى أن أحمل الناس على الإسلام جملة فيرفضوه جملة محل الشاهد هنا أمر بن عبدالعزيز ما ما فيه من الصلاح والتقوى والإيمان ترأس هذه الدولة والمهم الإنسان الذي كان يعمل تحت الإمام الظالم عليه أن يجعل نصب عينيه قوله تعالى قوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فيصلح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وعلى الولاة أو الأئمة الظالمين أن يتقوا الله وأن يعلموا أن الظلم من كبائر الذنوب يقول تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفعين يوضع وقد ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة الحديث الله تعالى أعلم بهذا القدر كفاءة جزاكم الله خيرا كريم شكرا لكم وإلى الله سلام على هذه الإجابة في جواز العمل عند الإمام الجبار أو طاعة الإمام الظالم الجبار فقد جئتم بأحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصمع والطاعة لمن كان تحت سلطة الإمام الظالم الجبار ثم أن قدمتم النسيحة للأئمة بأنهم أتى وإن نرى في بعضهم الظلم فالنسيحة أن يعدلوا في سلطاتهم كما رأينا في حديث رسول صلى الله عليه وسلم أنه المسلم لا يخرج عن طاعة الإمام إلا إذا رأى كفرا بواحا رأى بمعنى أنه تيقن هذا ليس من باب الظن أو الشك وكذلك أن يرى كفرا لا معسية فقط ولا فسقا فقط وأن يكون هذا الكفر كفرا بواحا كفرا يعني واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار ليس حوله شكوك ولا أي رياب وكذلك عندكم فيه من الله برهان يكون لهذا الكفر برهان من الله سبحانه وتعالى فهذا مع الاستطاعة إن مع الاستطاعة طبعا مع الاستطاعة فإذا هذا هو ما يتعلق بطاعة الإمام الظالم الجبار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلها إمتنا إن شاء الله آتي الآن إلى أستاذ إسماعيل كأنكم اليوم في هذه الحلقة تفسرون لنا آيات قرآنية إن شاء الله سبحانه وتعالى نأتي إلى آية أخرى من آيات القرآن في سورة الأنعام حيث يقول سبحانه وتعالى ولا تأكلوا ممن لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فما هو التفسير لهذه الآية وهل هذه الآية تحرم الطاعة لغير الإمام المسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه فالآية ينبغي أن تفهم كما أفهمها سلفنا الصالح وكما فسرها علماؤنا الأجر لا السابق فيبدو أن بعض الناس فهموا من هذه الآية عدم جوة طاعة غير المسلم يبدو محل شاهد وإن أطعتموه منكم إذن المشركون فالله سبحانه وتعالى أولا ينبغي أن نعرف سبب نزول الآية إذا عرفنا سبب النزول يعني الزالة العجب فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يدعو المسلمين بعدم ويحرم عليهم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه كما تعلمون طبا في نقاش كثير بين أهل العلم فيما يتعلق بأكل ما لم يذكر اسم الله عليه كان عمدا أو كان يعني إسيانا ما إلى ذلك لكن هنا الله سبحانه وتعالى يحرم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه مثلا ميتا شيء يعني ماتا وهل يجوز أكله لا يجوز أكله للمسلم فإنه لفسق وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أعطعتموه منكم إذن المشركون فلماذا؟ لأن الكفار في ذاك الوقت يتعجبون عندما يمنعون من أكل الميتة وبعضهم يوحي إليهم الجن والشياطين ويقولون كيف تمتنعون وتبتعدون عن أكل ما قتله الله سبحانه وتعالى الميتة يرون أن الميتة هذا مقتولة الله هو الذي قتله تجيزون تمتنعون من أكل ما قتله الله وتجيزون قتل ما قتلتم أنتم شوف القياس والعقل وهكذا فقالوا إن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أعطعتموهم إنكم إذن لمشركون فالله سبحانه وتعالى يبين للمسلمين ويحذرهم من الاستماع إلى مثل هذه الفلسفة والأخذ بمثل هذه الحيل فهذا هو فإن أعطعتموهم في تحليل الحرام لأنهم أحلوا حراما بهذه العقلية وبالإبن كثير ذكر في تفسيره أن اليهود خاصمت الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم نأكل أو في معنى ذلك نأكل أو لا نأكل ما قتله الله ونأكل ما قتلنا أو شيء مثل هذا كأنهم يقولون كيف تجيزون أقل ما قتلنا بأيدينا وتحرمون أقل ما قتل الله بمان الميت فلذلك نزلت هذه الآية كما قال ابن كثير سو إذا نظرتم أولا تترون أن هذه الآية طبعا كما يقال في العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن أولا نقر أن لهذه الآية سبب هذا أولا لكن حتى لو أردنا أن نستدل أو نفهم من هذه الآية الطاعة أو من الطاعة فينبقي أيضا أن يفهم فهما صحيح هناك نصوص أخرى كثيرة ينبقي أن تجمع النصوص قبل الوصول إلى حكم الشرعي في شيء فهذه الآية تفيد عدم طاعة الكفار مثلا الكافر أو الرئيس الآن الشيخ فصل الكلام في طاعة المسلم الظالم الغشوم أما الآن كأنهم يقولون لأن الله قال إن أطعتموهم طاعتهم تؤدي إلى الشرعي فهذا صحيح فهذا غير صحيح فهذا غير صحيح بل يجوز للمسلمين أن يطيع أي أحد شريطة أن لا تكون ماذا؟ الطاعة في معصية هذا يفهم من آيات ومن أحاديث طبعا ليس بأننا نقر بإمامة الكافر على المسلمين هذا شيء آخر هذا لا يفهم من هذا الكلام أن الإنسان يجيز إمامة الكافر على المسلم لكن هب أن المسلم مثلا الساكن في دولة غير إسلامية مثلا في دولة مشركة يعبدون الصنم ويعبدون يعني ما يعبدون من دون الله هل يجوز للمسلم أن يتبع قراراتهم؟ الأصلة يجوز فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق شوف المخلوق هنا ناكرة فالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يفهم من هنا أن يجوز طاعة مخلوق أي مخلوق في غير معصية الخالق لأن من الأمور البلدية وما إلى ذلك من المعاملات والتنظيم وما إلى ذلك إن أصدروا قرارا فالإنسان يجوز أن يطيعوا بل يلزم طاعتهم في مثل هذه الأمور وإنما لا يطيعهم في معصية الله سبحانه وتعالى هذا أولا وكذلك يفهم من آية في القرآن الكريم حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في طاعة الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما هذا مفهوم مخالفة إذن إن أمروك مع أنهم مشركون إن أمروك ألا أن تفعل شيء يعني في غير معصية الله تطيع يعني والديك فهذا هو الذي يفهم من هذه الآية أهم شيء هنا هو أنه لا يفهم من هذه الآية عدم جواس طاعة غير المسلم بل يجوز طاعة أولاة الأمور غير المسلمين يعني ما لم يأمروا بمعصية فإن أمروا بمعصية وأمروا بشرك فلا سمع ولا طاعة وهنا لا يختص بذلك مشرك بل المسلم إذا أصدر قرار يعني أولياء أمورنا المسلمون وأمروا بعدم الطاعة فهنا لا سمع ولا طاعة كما يعني تضح هذا في نصوص النبوية وكذلك في الآيات القرآنية والله تعالى أعلم شكرا لكم على هذه الإجابة فيما يتعلق بالآية في سورة الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون رفضل الأستاذ ببيان هذه الآية وتفسيرها وأن هذه الآية ليست لها علاقة بطاعة أمور الإمام غير المسلم بل الآية في الذبيحة ولكن لو نريد أن نعمم هذه الآية فيجوز طاعة الإمام الغير المسلم ما لم يأمر بمعصية كما تفضل بذلك الأستاذ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة جاء الأستاذ بحديث لا طاعة المخلوق في معصية الخالق وكذلك استأنسى بآيات القرآن وإن جاء أداك على أن تسلك بالله ما رسلك به علم فلا تتعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا حيث يبين الله سبحانه وتعالى أنه أن الوالدين إذا أمر بمعصية أو أمر بشرك فلا يجوز للولد أن يتيعهما ولكن يصاحبهما في الدنيا معروفا لو نريد أن نستأنس بهذه الآية نقول الإمام غير المسلم كذلك نصاحبه في الدنيا معروفا ولكن إذا أمر بمعصية بشرك بكفر فلا طاعة له ولا سمع مثلا في المقاطعة لتا في وقت الرسول المسلمون هاجروا إلى الحبشة كانوا تعتطاعة النجاش ملكة غير مسلم كذلك في العهد في عقل يوسف رب يجعلني على حزائن الأرض يعني كان في ملك كان هناك أمثلة كثيرة أمثلة تطبيقية في تاريخ الإسلامي في طاعة الإمام الغير المسلم أكرمكم الله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بناء على ما قاله الأستاذ إسماعيل هناك أمثلة تطبيقية كثيرة عبر التاريخ الإسلامي تدل على طاعة المسلمين للإمام الكافر منها ما ذكره أستاذ إسماعيل قصة الحجرة إلى الحبشة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة وقال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد هنا لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من دينه أو حياته نمعلق على عدله فقط فذهب الصحابة ومكثوا في الحبشة تحت سلطة كافرة وتحت إمام كافر لأنه لم يسلم وقتئذ مكثوا تحته ولا يتصور أنهم يخرجون عليه أو يقولون نحن لا نطيعك لأنك لست مسلما لأنك كافر ولو كان هذا دليلا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة في المرة الأولى في أول مرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه كافر أنه لم يكن مسلما وكذلك بعد أحداث الصلح الهديبية قد خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في المكة خلفهم في مكة تحت سلطة كافرة وإمام كافر وقد أشار إلى ذلك أستاذ منير محمد غضبان في كتابه فكره السيرة النبوية حيث أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أصحابه في مكة منهم أبو جندل ابن سهيل رضي الله عنه لأنه فر من المشركين للمسلمين جاء يصرخ ويقول يا معشر المسلمين أورد إلى الكفار فيفتنوني في ديني لأن من بنوده ببنود السلح أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد من فر إليه فجاء هذا فر بدينه يصرخ يقول يا معشر المسلمين أورد إلى الكفار فأفتتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصبره إصبر يا أبا جندل فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا فذهبوا ومكثوا تحت سلطة إمام كافر ولا يتصور أنهم خرجوا عليهم أو يخرجون عليهم لأنهم لا يستطيعون يطيعونهم في غير معصية الله وكذلك الأمر في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالهجرة إلى المدينة المنورة استاجر عبدالله بن أريقه هاديا خريتا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الطريق وهما يطيعانه ما أنه لم يكن حاكما لكنه ماهر في فنه يرشدهما ويطيعانه أشار إلى هذه القصة الإمام بن حجر في الإصابة رحمه الله تعالى الأمر الملاحظ المعتبر هو الأمر نفسه الأمر الصادر نفسه الأمر لا يتعلق بالآمر هل أمر الإنسان بالمعروف أو أمره بالمعصية إذا أمر بالمعروف لا بأس وإذا أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة بغض النظر عن معتقد ودين الأمر حتى لو كان مسلما إذا أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة لنا في هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار وأمر الصحابة بأن يطيعوه فلما ذهبوا غضب فقال لهم ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة قالوا بلا فقال لهم اجمعوا حطبا فذهبوا وجمعوا حطبا فأمرهم وقال لهم أوقدوا النار فأوقدوها ثم قال لهم أدخلوا فوقف بعضهم البعض ينزل إلى البعض ويمسك بعضهم بعض يعني يناقشون الأمر يقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل النار كيف نأتي وندخل النار أثناء هذه المناقشة خمدت النار وسكن غضبه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق طيب إذا أمر الإنسان بأمر لا يخالف الشريعة الإسلامية فلا بأس أن يطيع أن يسمع ويطيع ولو للكافر الله أعلم إذن فخلاصة القول شكرا لكم أيها الأستاذ أنه يجوز طاعة الإمام غير المسلم ولكن إلا إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة ولكن لا أدري ماذا تقولون أيها المسايخ معنى قوله ابن تيمية رحمه الله أو أقول نسب هذا القول إليه أنه يقول الدنيا تستقيم بالعدل فالدنيا لا تستقيم بالظلم فالدنيا تستقيم بالكفر والعدل ولا تستقيم بالإسلام والظلم ماذا تقولون في هذا؟ طبعا هذا كلام صحيح فيما يتعلق بالأمور الحياة الناس حياة الناس طبعا العدل مهم جدا جدا لأنه بدون عدل ذلك كما قلتم صحة لهذه النسبة القول إليه صحيحة أما إذا كان في ظلم وكان في الدين الأمور هم لا تستقر يكون في فوضى هذا كذا أعتقد يفهم كلامه دم يظلم بعض الناس هذا يعطي للقتال خصومات فوضى في الحياة أما بالعدل ولو كان دولة كافرة طبعا جزاؤهم هناك في الآخرة شيء آخر لكن في الدنيا وقد عايشنا هذا في عالمنا هذا بعض الدول الكافرة يعني حياة ربط لأن في عدل يؤطى كل ذي حق حق أيها هذا أعتقد هو الذي يعنيه الشيخ ابن تيميا والله أعلا شيخ أخبركم شيء زيادة طيب كما يقال في قولي الشيخ ابن تيميا عليه رحمة الله فكأن هذا سنة الله في الكون كأنه سنة الله سبحانه وتعالى في الكون أن تستقيم الدولة ويستقيم فيها الأمور إذا كانت الدولة عادلة لكن الدولة لا تستقيم ولا تستقيم فيها الأمور إذا كانت جائرة إذا كانت ظالمة وإن كانت دولة إسلامية وقد رأينا هذا عبر التاريخ الإسلامي الأمثل على هذا كثيرة جدا سأقول الله خيرا طيب إذا كان تستقيم الدنيا بعدل وإن كانت دولة كافرة ولكن الامتياز للدولة الإسلامية يعني عادلة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نكتفي بهذا وفي الكلام بقية في الحلقات التالية والصلاة عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى